في عالم صناعة المحتوى التحفيزي تتألق الكلمة والصورة كأداة قوية لنقل الرسالة والفكرة وتشكيل آفاق جديدة وفي هذه الرحلة الفريدة مشاهدين الكرام سنكتشف معا ساحات مليئة بالأفكار الملهمة والقصص المعبرة تعالوا يانا إلى عالم يحمل رسائل إيجابية فيلتقي العقل والقلب ليخلقوا تجاربا لا تنسى ويشعلوا أيضا شرارة التحول في حياتكم من خلال صناعة المحتوى حيث تتناغم الكلمات لترسم لوحات من التحفيز الملهم تفاصيل أكثر راح نتعرف عليها في فقرة مجلس الدار نعم مشاهدين يسعدنا أن نرحب معنا اليوم في الستيديو بالمدرب المعتمد وصانع المحتوى مصطفى السرور أهلا وسهلا فيك صلى الله عليه يا أهلا وسهلا فيك يا أخي علي الله يسلمك يا الله أخب بداية وبدخل إياك على طول ما أهم من العناصر التي يجب أن تحتويها الرسالة التحفيزية القوية أهم العناصر في المحتوى التحفيزي والرسالة التحفيزية أن يكون صانع المحتوى عند الرسالة توجيهية وتشجيعية في نفس الوقت لأنه مثل ما تعرف أغلب الناس الكل عنده هدف مثل ما أنا عندي هدف وأنت عندك هدف الكل عنده هدف أنه يوصل إلى المنصب الفلاني أو المكان الفلاني أو الثروة الفلانية لكن تعرف يوم الواحد يسوي شيء أول مرة لازم تكون عنده شوية تخوف شوية خوف أنه يأخذ هذه الخطوة فلازم كصانع محتوى اللي يقدم المحتوى لازم يكون عنده رسالة تشجيعية للناس عسب يكسروا هذا الحاجز الحاجز اللي أغلب الناس حاطنهم في راسهم فلازم صانع المحتوى التحفيزي أهم عنصر يكون عنده العنصر التشجيعي نعم طيب كيف يمكن أن نجعل محتوانا التحفيزي أكثر جاذبية وتأثير اليوم أطلع على مواقع التواصل الاجتماعي مثلا أو في أي مكان نعم عندي موضوع تحفيزي أبغي أنقله للناس فلازم بطريقة معينة وأنت أخبر وأدرى عني صحيح لأنه ليس أي رسالة راح أنا أتقبلها منك أنت كصانع محتوى مش أي رسالة راح أتقبلها منك ومش شيء لأنه أنت ممكن تكون بطريقة معينة رسالة هذه أنا أصلاً مش بقتنع فيها ولكن بطريقة ما لديك أنت راح أقتنع فيها بسبب الطريقة اللي أنت وجهت لي فيها هذه الرسالة صح صح كلامك أخوي علي مش كل واحد أصلاً يقدر يكون صانع محتوى وخاصة من الناحية التحفيزية التشجيعية وغيرها أكيد فلازم صانع المحتوى خاصة لصانع محتوى التحفيزي يكون عنده نوع أو أسلوب معين غير عن بقية صنع المحتوى يعني يكون عنده أسلوب فارق عن الجميع يكون تأثيرها قوي وعسى بتوصل الرسالة وتأثر في الناس لازم تتكلم عن شيء أو تجربة أنت مريت فيها يعني أنت اللي مريت بهذه التجربة في يوم تتكلم الناس عن قصة أنت مريت فيها غير غير عن يوم أنت بس داخل على الفيديو وتتكلم بشكل عام وكان وتحرك وصير وكذا بالضبط والأسلوب حتى حتى الأسلوب لأن اليوم لو تلاحظ كصناع محتوى أساليبهم تقريبا خلنا نقول نفس الشيء متشابهة متشابهة نعم بالضبط بالدرجة كبيرة كبيرة جدا صح كنا يجب عليك أن تكون شيء مختلف أنت تكون مختلف شوية تكون فارق عن الجميع بالضبط تتكون فارق مرة ضروري أنك أنت تكون فارق عشان أتقبلك أنا كمتابع لك أو كمشاهد وأن يكون عندك أسلوبك الخاص يعني ما علي خلك واحد عفوي تتكلم بشكل عفوية لأن الناس في هذا الأيام مش يعني راح تشوف الواحد هذاك اللابسوت وقاعد ويتكلم وحاط إيد على إيد لا يبون هذاك الشخص الحاس بنفس المشكلة أو الألم اللي هم فيه أو مر بنفس هالمشكلة نعم فإذا أنت تتكلموا إياهم بشكل أخوي وعندك أسلوب معين أسلوب تحفيزي وتسجيعي أكثر توصل للناس بطريقة عفوية أكثر وعندك أسلوبك الخاص الأسلوب يلعب دور كبير وتدري بعد أن أضيف على كلامك وعقب أيضا على كلامك أستاذ المصطفى بأن أنت يوم يكون عندك مثلا مريت بتجربة معينة سواء كانت مشكلة أو مش ضروري نمر بمشاكل صحيح سايد عندنا أننا مريت بظروف ومريت بمشاكل لا ممكن مريت بفترات سعيدة أبغي أنقلها لغيري وين المشكلة صح كنا فالموضوع أو خلاص الموضوع أني أنا شو مكانة التجربة اللي أنا مريت فيها وأنا كصانع محتوى مفروض أني أنا أتكلم فيها راح توصل بسرعة ليش؟ توصل بسرعة نعم لأن اللي أنت مريت فيه حاليا قد يكون أحد المتابعين أو أحد اللي يشوفه نك هذا مره بنفس الظرف صح كنا ولكن ما عرف كيف يتصرق ما عرف كيف يحل مشكلة ما عرف كيف يؤدي أداء معين صح كنا فبيأخذ منك أنت وبيتعلم وأنت بتكون شديد نفعته صح كنا صح كنا نعم طيب وأيضا كيف يمكننا استخدام القصص الشخصية لزيارة التأثير محتوانة التحفيز نعم اليوم ترى وايد الناس تتألف وايد الناس تتألف وايد والأسف للأسف ويقول لك هنا قصة شخصية خاصة فيه أنا مريت فيها نعم نحن راح نرد يا أخوي علي على نفس السؤال الأول نعم أنه فيه فرق كبير يوم أنت تتكلم عن نفسك أو عن أحد المشاهير أو هذا بس يكون هذا الشخص يكون مرب يعني تجربة نفس التجارب لأغلب الناس الحين فيه يعني مثلا إذا تكلمت عن شخص إياي من الطبقة التحتية أو الوسطة وغيرها الناس راح 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 توصل لهم بشكل أسرع أو راح القصة هذه راح تأثر فيهم أكثر أكثر عن يوم أنت تتكلم عن شخص فقط تقول والله كان غني وصار كذا أو أبوه كان ثري وهو أخذ من بعده فقصص الناس خاصة اللي نسمعهم نحن نقوم ستيف جوبز وربعة وهذي لأغلبهم اللي نسمع عنهم منها كان شغال في قراج اللي بدأ من قراج اللي بدأ من بيت قصص كفاح صح نعم فقصص تلعب دور كبير على سبيل تأثر في الناس يعني بس المشكلة هوين حق صناع 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 المحتوى أن يعني قصص راح تأخذ منك وقت أكثر هو زين يعني من ناحية التأثير أنت بتأثر في المتابعين لكن أغلب صناع المحتوى يحاول أنه ما يتكلم فيهم ليش لأنه بيأخذ منك صح وقت أطول في البحث ولازم تتيب يعني قصة الشخص هذا من الألف إلى الياب نعم بحضافير نعم نعم فلازم تروح تسوي بحث عدل يعني ما يصير أنت تتكلم عن واحد سمعت عنه من السنة لازم تسير وتبحث عنه عدل وبعدين تسوي السكريبت حقك تجهز وهذا وتسوي لك الفيديو عسى بتقدمه حق الناس لكن القصص من أقوى الأسلحة من أقوى العناصر أو من أقوى من أقوى طرق عسى بتوصل الرسالة وهي طريقة أيضا جاذبة للمتابعة جدا اليوم بتيني أنت تتكلمني بتيبلي كلمة من الشرق و بتيبلي كلمة من الغرب ممكن ما تابعك أو بالي مشي وياك حتى لو أنا فاتح مثلا استرعاب أو شيء أحد مواقع أتواصل الاجتماعي نعم ما راح أتابعك أتابع و عقوب سكب على طول لكن يوم بتيني تقولي لا والله في قصة سأقولكم إياها صحيح تذكرين كنا صغار يوم أهلنا قبل التعب أخبركم القصة الكل يتيم صحيح يتريع شو القصة في تشويق في الموضوع أكيد فعنصر التشويق أيضا مهم جدا يلعب دور كبير في صناعة المحتوى صحيح عندي هدف مثل الكل أنا هدفي هدفي أني أغير لو حياة شخص واحد سلام عليكم يعني لأني أنا مرتب يعني تجارب كبيرة تجارب كثيرة كثيرة يعني كنت أنا كنت هنا بعدين وصلت 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 فأتشوف أغلب الناس الحين اللي تتكلم خاصة خاصة الشباب أنا وائد مركز على الشباب الشباب اللي هم كانوا مثلي قبل يعني الحين اللي يقول لك والله أنا ما قدر أسوي ما قدر أتحرك ما أقدر يعني اللي يكون عالق في منطقة منطقة الراحة أو دايما اللي يقول والله أنا عسبة المجتمع اللي أنا في أو البلد أو 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 فأنا ما أحبب أتشوف الشخص اللي هو عالق في هالمنطقة ليش؟ لأن أنا كنت عالق في هذه المنطقة فأنا يعني أنا ما بقول فيه واحد يشجعني عسب أطلع الحمد لله أنا روحي شليت عمرك إلا اللي شليت عمري بس أغلب الشباب ما أحد ما أحد راح يشل ما أحد راح يشل عمرك لازم أنت شوي يعني أغلب الشباب الحين عنده هدف عنده هدف واضح وناوي يقول لك أبا أوصل أبا سوي أبا كذا لكن يباله هذاك الشخص اللي يحط اللي يحط إيده اللي يحط اللي يحط إيده يقول له ما عليه اتوكل على الله سو اتجدم اتحرك عسب شوفه فلازم أنت يكون عندك هذاك الاسلوب اللي تقدر توصل له هذا الرسالة لأن مثل ما أنت قلت أغلب صناع المحتوى الحين في شبه يعني كبير بينهم يعني وأكبر وأكبر أكبر دليل على ذلك أني أنا دايما حتى أنا صناع المحتوى اللي أنا مسوي لهم فأغلبهم مسوي لهم صعب تحصل هذاك اللي يجذب فأنا السلوبي سلوبي وايد مركز على أني أنا يالس أتكلم مع الشخص اللي يتابعني فمركز على كلمة أنت أو أنت ليش ما تسو أو أنت ليش ما تتحرك أو أنت متى راح تسو فهذا الشي حتى خلى الناس تدخل عليه على الدايركت تقول مستفى أنا أحس أنك قاصدني أنا فأنا أقول الحمد لله أنه وصلت الرسالة لأن أنا قصدي أنا أصلاع قصدي شي أني أتكلم أني يعني إذا أتكلم أنا أتكلم وياك أنا ما أتكلم بشكل عام أنا أتكلم للشباب لكن أنا حين يالس أكلمك فما دام واحد أو ثنين أو ثلاث يوني على الدايركت وقالوا أنت تتكلم عني أنا عرف أني أنا وصلت الرسالة وصلت الرسالة وفعلا كلامك كان في محلة وأثرت في بعض الأشخاص مش ضروري يكونون كلهم يعني لو شخص واحد لو شخص واحد براوة عليك صح الأدوات التي يحتاج لها أستاذ مصطفى صانع المحتوى في صناعة المحتوى ما هي الأدوات التي يحتاج صانع المحتوى يا أخوي علي كثير من الأدوات لكن لو قلنا صانع المحتوى المبتدئ المبتدئ هذا ما يحتاج تعور راسك ما يحتاج تشوف الفلان الذي مصور حاط الليتات وهذا والستوديو وهذا تقول أنا لازم أسو نفس الشي مثل ما يسوي صانع المحتوى لأن أنا بعد سنتين من صناعتي للمحتوى تعلمت أن أهم شي عندك المحتوى أقوى شي عندك المحتوى الناس راح تتابعك علشان المحتوى لأن أنت في النهاية هدفك أنك توصل الرسالة وأن الناس تتابعك أنك أنت تفيد نفسك وتفيد الناس فالناس تتابعك عسب المحتوى هذا رغم واحد ورغم ذنين تتابعك عسب أسلوبك الجذاب فالناس ما تتابعك عسب نوع الغترة اللي أنت لابسة أو الكندورة أو الليتات أو الستوديو اللي أنت قاعد فيه فأنا أنصح الشخص المبتد أهم شي أنت يكون عندك محتوى واضح عندك هدف واضح أنا بدخل عندي هذا المحتوى شي أنت تكون فاهم فيه مش تتكلم في شي أنت ما تعرف همش يكون عندك التيلفون عسب تصنع محتوى بس التيلفون ما يحتاج يكون عندك كاميرا ويكون عندك تيلفون وإذا أنت شخص قادر يكون عندك سامسونج أو آيفون أفضل تعرف عسب جودة التصوير والإضاءة صور بره على البيت يا أخي عندك الصبح الظهر للعصر صور بره مش لازم تصور الذي أنت واحد تدام وترجع في الآله عاد روح تدور لك على مكان فيه ليت أو شي أو شي صور فهمش يكون عندك التيلفون وهمش يكون عندك المحتوى فركز ركز كثير على المحتوى وأسلوبك لو عندك هذين الأثنين أنت بتوصل بعيد إن شاء الله ومع الوقت استثمر في التيلفونات والكاميرات والإضاءات وصغيرة بس أمشي أمشي المحتوى صحيح كلامك أكيد أنا أيد كلامك فيما يخص الأدوات هذه سيد مصطفى لنتحدث عنك بشكل شخصي لماذا اختار مصطفى سرور الدخول لعالم صناعة المحتوى الهدف من ذلك والله أخوي علي اللي دخلني عالم صناعة المحتوى كان عندي أكثر عن شغلة مش مش شغلة وحدة يعني الشيء الأول اللي أنا سويته أو أول الأسباب أنا كتفكر أن يكون عندي أكثر عن مصدر دخل أكيد أنا شغال الحمد لله الحمد لله أنا موظف بس عندك شغل والمهم يكون عندك جانب يكون عندك مصدر دخل ذاني فكتفكر كيف سو كيف يكون عندي مصدر دخل ثاني وووو إلى آخر المهم دخلت عن طريق الأونلاين أخذت كورس حق التجارة الإلكترونية ودرست ودفعت وكل شيء وهذا فأنا لحين يعسى أدخل عن طريق الأونلاين أبيع وأشتري وغيرها سبحان الله من الكورس هذا تعلمت أنه لازم يكون عندك قاعدة في السوشيال ميديا قاعدة في الإنستغرام والتيك توك وهذا صح يعني أنه يكون عندها قاعدة مذل دعاية لأنه في النهاية السوشيال ميديا المحتوى اللي عندك أو الحساب اللي عندك هذا أصلا دعاية هذا أصلا دعاية لك للعالم فمن الكورس هذا يوم يوم وصلت إلى مرحلة أنه لازم يكون عندك حساب بالسوشيال ميديا وغيرها فكرت فيها وفي نفس الوقت أنا كان عندي سبب ثاني السبب الثاني هذا اللي كان مخرب علي أكثر من الأشياء يعني من يوم أنا صغير أنا ويت كنت عاني من التأتي إلى الآن يعني كنت أعاني من الزتاتة الحين عندي شوية شوية تأتي بس الحمد لله خاف مع الكلام التصوير وغير بس ما مبين أبدا ما مبين أبدا ما شاء الله عليك قبل يمكن ما ستين ثلاث كالس أسوأ لا الحمد لله رب العالمين فكان عندي أن يكون عندي قاعدة على السوشيال ميديا وفي نفس الوقت عندي سبب أنا كنت خايف طيلت حياتي وأنا أخاف أتكلم مع الناس يعني إذا مثلا أنا تكلم أتكلم يا شخص واحد الحين أنا أتكلم وياك بس لو كان في أكثر من شخص لو كان في أكثر من شخص مستحيل مستحيل يعني مستحيل أكلم حتى فقلت ليش أضرب 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 عصافير بحجر اللي هو السوشيال ميديا سوي لي قاعدة أكثر حاجز الخوف عندي أوصل صوتي للعالم لأنك تعرف أنا واحد وإذا أحب أتكلم عندي كثير من تجارب الحقيقة أبا أشاركها فقلت أضرب أكثر من أكثر عن أصفور بحجر واحد فقلت ما في أفضل وأسهل طريقة أنك تكسر حاجز الخوف تأخذ التيلفون إياه لس ببيتكم في غرفتك محج جدامك هناك ما تخاف وما عندك عذر ما راح تقول أنا بتأتي وبخاف أحد بيضحك علي أو شي صح تصور نفسك وعكيف تتعدل تمنتج تمنتج وتعدل وتشيل وبعدين من ردود أفعال المتابعين هنا أنا عرفت أن أنا اللي كنت مخرب عليه ويد أشياء أنا كتباني حاجز إفراسي هنا برافا عليك سبحان الله أنا اللي كتباني بس يعني كل هذه السنوات لما وصل عمري أربعة وثلاثين هنا هنا أنا بديت هنا أنا قمت أفكر وقمت أقول أقول حاجزي دايما إلى متى إلى إلى متى يعني أنت بتم بتم شي هل أنت يعني أسأل الناس المختصين في التاتا وغير واضفة هم قالوا لي أن المشكلة فيك أنت المشكلة هنا في الرأس مش الأصل أنت عندك تاتا أنت اللي باني هذا اللي بديت الجدار فالحمد نالك التوفيق إزاك الله خير ما تقصر شخصية مكافحة شخصية يعني أنا أعتز فيها شرفني وأسعدني تواجدك أكيد